السلام عليكم مرحبا بكم في هدع السخيان جديد جابت التصوير ودقة التصوير كذا انت كذا مرة وفي كذا هبدع المواضيع دي لكن خلينا ننهيها في تلك الهدع مبدئيا كده دقة التصوير في الفوتوغرافيا بيمثلها الميجا بيكسل أما في الفيديو بيمثلها الوزيليوشن فخلينا مثلا ناخد الفيديو لو انت كده تتفرج على فيديو على اليوتيوب تلاقي فيه تحت كده 140 360 480 ويفضل يطلع فوق الحمد يوصل إلى 10 80 دي دقة التصوير لو انت بتتفرج على فيديو مثلا على 360 على شاشة الموبايل الصغيرة بتاعتك هتلاقي تفاصيل واضحة وكله تمام لكن نفس الفيديو ده لو روح تتفرجت عليه على شاشة التلفزيون او على شاشة كمبيوتر كبيرة هتلاقي لو تتفرج عليه على 360 هتلاقي الدنيا بكسلة وفي مربعات كده في الفيديو دليل ان الدقة محتاجة تزيد لما بتزود فعلا لما بتتفرج عشاشة كبيرة وبتزود الفيديو للدقة مثلا ل10 80 او 720 بتلاقي الدنيا تمام ومفيش مشكلة ده دقة التصوير نيجي بقى للجاو ده جاو التصوير لها عمل كتير جدا اول في حاجات معتمد عليك انت الاضاءة بتاعتك بتصور من انهي زاوية والكلام ده كله في جزء تاني معتمد على الموبايل او الكاميرا اللي بتصور لها او المعالجة طريقة معالجة الموبايل او الكاميرا ففي حاجات كتير بقى بتفرق غير الروزيليوشن يعني يعني انت بقى الهايد ايناميك رينج والبروسيسنج فانت مش شرط انك بتصور 4K او الصورة تطلع حلوة الدقة تطلع حلوة انما الجودة الصورة والالوان والتباين بتاع الالوان والفرق بين الظل والاضاءة الكلام ده كله معتمد علي نوع الجهاز اللي بتصور بيه ومعالجة الجهاز نفسه للفيديو او للصورة اتمنى يكون العملية واضحة معاك بس كده نراكم في ابداية القديمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته